نعم أهلا بك عبدالله ويسعد صباحك يعني إن أردنا التحدث بسرعة واقعية أكثر نستطيع القول بأن منطقة المدينة منورة لله الحرب من المناطق التي كانت ملتزمة حقيقة باستخدام تطبيق توكن لدخول المنشآت الحكومية أو القطاعات الخاصة ولكن بالتأكيد دخول هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من اليوم سيكون الوقوف عليها بسورة أقوى ومكثفة والوقوف أيضا بالتأكيد أمام من يخالف هذه التعليمات تزامنا مع هذا القرار تزامن أيضا عودة أو قرب عودة منسوبي التعليم من إداريين ومشرفين تربويين خلال الأسبوع المقبل وكذلك أيضا يليه في الأسابيع المقبلة بمشيئة الله تعالى عودة المعلمين والمعلمات لذلك أغلب المدارس خلال هذه الفترة هنا في المدينة منورة تقف على توفير كافة الاستعدادات والجاهزية لتطبيق هذا القرار وتطبيق كافة الاشتراطات الوقائية للحديث أكثر وكيف تقف المدارس استعدادا لاستقبال منسوبي التعليم ينضم معي في اللقاء مدير ثانوية الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الأستاذ بدر الجابري أهلا بك أستاذ بندر عفوا يديك العافية وصباح الخير يعني بداية حدثنا كيف تقف المدرسة اليوم وإدارتها اتجاه تطبيق هذه الاشتراطات مع قرب عودة منسوبي التعليم من إداريين ومشرفين وكذلك يليها المعلمين أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد صباحكم صباح جميع المشاهدين بدأنا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية سواء عن وضع منصقات أو توعية أبناءنا الطلاب والمعلمين بضرورة أخذ لقاح كورونا لعودة المدارس الآمنة بإذن الله تعالى هل ستكون هناك آلية لمراقبة الإدارين ومنسوبية المدرسة عفوا مثلا هل هم محصنين كيف سيكون التعامل معهم للتأكد من تحصينا وكذلك باقي الإجراءات الحمد لله بفضل الله ثم بجهود حكومتنا الرشيدة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أيضا يتيح لنا تطبيق توكننا كصفة مدير مدرسة أن يوضح ليها عداد المحصنين من الكادر الإداري والمعلمين أيضا أبناء الطلاب وتم التواصل مع المعلمين وحثهم ولله الحمد جميع منسوب المدرسة من المعلمين والكادر التعليمي محصنين بالكامل وعددهم 64 والجميع محصن نعم ممتاز يعني عام ونصف تقريبا توقفت فيها الحياة التعليمية حضوريا يعني بإذن الله تعالى سنشهد بعض الحيوية والنشاط هنا داخل أرواقة المدارس بالنسبة للطلاب كيف سيكون التعامل معهم لأننا لاحظت عند دخولنا وجود ملسق باركود لزيارة التجمع هذا البركود هل سينطبق أيضا على الطلاب؟ هذا البركود يتيح لي أنا كقائد مراقبة زيادة عدد الزائرين هل في كثافة أو لا؟ هذا يتيح لي أنا معرفة وضع مدرستي وأنا موجودة عن طريق توكننا أيضا يعني الجميع مشتاق العودة للمدارس الآمنة ونحن كمعلمين قدوة ونحث أبناءنا الطلاب على أخذ لقاح كورونا لأن حكومتنا رشيدة بفضل الله ثم جهودها وضعت هذا اللقاح وأوجدتها وهي لقاحات آمنة لذلك نحث أباءنا الطلاب وأباءهم أن يحثوا أبناءهم على أخذ هذا اللقاح نعم ذكرت أنه كافة منسوبية تعليم من معلمين وإداريين تم تحصينهم ولله الحمد بالنسبة للطلاب كيف الوضع؟ الحمد لله يعني وصلنا يمكن 85% من تحصين أبناءنا الطلاب وذلك بتوعيتهم عن طريق استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا استخدام رسائل الإلكترونية لإرسالها لأولياء الأمور وأيضا كما ذكرت سابقا أن تطبيق توكلنا أتاح لمراقبة أعداد أبناء الطلاب ولله الحمد هذا فضل دعني أختم معك أستاذ بندر في حال تم تأكيد حالة مصابة مثلا لا سمح الله خلال أيام العام الدراسي سواء من معلمين أو طلاب كيف سيكون التعامل؟ أول شيء نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ جميع طلابنا وأبنائنا وجميع كادر التعليمي إن حدث ذلك لا قدر الله سوف يتم إتخاذ وإبلاغ إدارة التعليم وتوجهنا بإتخاذ بعض الإجراءات حسب منصة به التعاميم حيث أول شيء يمكن تغلق الماء بالمدرسة وتعقم ويتم التوجيه بما إجراء تالي شكرا لك أستاذ بندر الجابي وهو مدير ثانوية الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز عبد الإله يعني حقيقة منذ دخولنا إلى وقوفنا هنا داخل أروقة المدرسة رصدنا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وبالتأكيد الصورة من خلفه تتحدث حقيقة المشاعر وجودي في المدرسة يا عبد الإله يعني أثار شذون الذكريات الجميلة والصور التي نسترجعها وذكريات الحياة التعليمية والمدرسية أسأل مولى عز وجل أن تنتهي هذه الأزمة على خير وأن نعيش في صحة آمنة خالية من أي أمراض وأوبئة وأختم معك أيضا عبد الإله كما ترى من خلف المدرسة مستعدة ومجهزة حتى من خلال اللوحة الإرشادية والاشتراطات التي يجب توافرها سواء على المعلمين ومنسوبي التعليم وكذلك أيضا على الطلاب هذه هي أبرز ما تعيشه المدارس خلال هذا الأسبوع استعدادا لاستقبال منسوبي التعليم خلال الأسبوع المقبلة بإذن الله تعالى